انتهاكات جديدة لقوات الحجد الشعبي ضد المحافظات الغربية والشمالية ومناطق حزام بغداد دون رادع العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها تتهم قوات الحجد بفرض اعتوات على البضائع في نقطة تفتيش دهوك نينوة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية حملات الاعتقالات العشوائية وإهانة المواطنين عادت من جديد على معابر وحواجز التفتيش والمداهمات الليلية وكذلك التعذيب بالسجون يؤرق سكان المحافظات الشمالية والغربية وحزام بغداد بحسب مسؤولين وتضاف إلى هذه القائمة عمليات ابتزاز وتقاضي أموال ما يثير مخاوف عدة لاسيما من احتمال بروز تنظيم مشابه لداعش يوظف هذه الأخطاء التي تتشابه مع ما حصل في عام 2014 قبل ظهور التنظيم في العراق وتمدده مسؤول بالشرطة في محافظة نينوة اعترف بأن الانتهاكات عادت مجددا ولم تتعظ الحكومة وأجهزتها الأمنية من التجربة السابقة مؤكدا أنه تم رفع تقارير سرية إلى الحكومة عن قيادات وضباط فاسدين يبلغ مدخولهم الشهري أكثر من مائة ألف دولار نتيجة الرشا والابتزاز الأمر ذاته أكده المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت كاشفا عن أن قوات بدر والسيد الشهداء وبابليون في سهل نينوة تسيطر على نقطة تفتيش دهوك نينوة وتفرض أتاوات على الشاحنات بمبالغ كبيرة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المحافظة موجها النداء إلى الحكومة العراقية والمنظمات بالتدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات ترجمة نانسي قنقر